طيب بامر الله هنحل في الفيديو ده اسئلة الدرس التاني كتاب المعصر ساينس لي بريب واند عندي هنحل طبعا اسئلة التشوز عندي تشوز the correct answer elements are the most suitable elements انهي element تعتبر المستستبل المستستبل اللي بيبقى الاوتر مستفيه situation يعني ماملي بالالكترونز بات او مثلا في حالة الهيليم بتو طيب مين اللي بيبقى فيها situation تويبقى inner gas على طول او noble gazis بتبقى اسمها noble gazis او inner gazis ماشي كده هي دي اللي بتبقى مستستبل لان الاوتر مستو بيبقى فيها ايه full with electron او حصله situation فالmetals بتحاول ان هي برضو تبقى suitable والنان متالز بتحاول ان هي تبقى suitable زي ازاي المتالز بتحاول انها تبقى suitable عن طريق ان هي تعمل lose النان متالز بتحاول انها هتبقى suitable عن طريق انها تعمل ايه طيب طيب هي لو عملت شيرينج بان يبقى 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 بالتلاتة يبقى باربعة يبقى ماشي كده يبقى هو هتعمل باي تو يبقى طيب كل دول معدى مين معدى الاكسوجين طب ليه اولا انا عندي كده في جدول ورا في الكتاب ممكن نحفظها مين الالمنت اللي مونوويلنت ومين اللي دايويلنت وهكزا لكن تعالوا نشوف دي الهايدروجين عندي ون فبيعمل شيرينج بون صح كده وبالتالي بيبقى مونوويلنت الصوديم عندي ايه اليفن فبيعمل شيرينج بكام الان ايه ده ايه فيبقى عندي تو ايت ون فهيعمل لوز لون يبقى الكلورين عندي سيفنتين سيفنتين فادي ايت سيفن فهيعمل جن لكام علشان يبقى هنا ايت هيعمل جن لون فيبقى برضو مونويلنت انما الوحيد اللي هو الاكسوجين ده او ايت فلما اجيعمل كده هلاقي تو سكس فهيعمل جن لكام هيعمل جن لتو وبالتالي يبقى فيهمنا كده طيب قولوا كل دول معدى مين معدى النايتروجين تعالوا برضو نشوف ايه الفكرة ده تو ايت تو فهيعمل لوز لتو يبقى ضايا فيلنت ده او او ايت يبقى تو سكس فهيعمل جن لتو يبقى ايه يبقى ضايا فيلنت ده اس سكستين يعني تو ايت سكس ده تو سكس ماشي كده فهيعمل جن لتو ده تو ايت سكس فهيعمل جن لتو فيبقى ضايا فيلنت انما ده تو فايف فهيعمل جن لكام لسري يبقى ده تري فيلنت when an atom loses gains or shares with one with cam one electron whose valency is the valency بتاعته بتبقى ايه بتبقى monovalent whose valency is when an atom loses or gains gains or shares with one electron whose valency the valency بتاعته بتبقى كيه بتبقى monovalent لانه بيقول لي one electron ماشي كده بعد كده في the valency of ferrous الفيروس diavalent الفيرك trivalent يبقى نعرف كده الفيروس اللي هو fe plus هنا two ده diavalent في حاجة تانية اسمها فيرك اللي اخرها ic ماشي كده دي دي كام دي trivalent اللي هي الفيرك هو بيقول لي فيروس فدي diavalent بعد كده في all of the following are non-metals having more than one valency except كل دول من ال non-metals ليهم اكتر من valency ماشي كده يعني ليهم مثلا عندي monovylent و diavalent مثلا زي c u sulfur and nitrogen طيب كل دول كل دول اللي هم اكتر من valency لكن هو بيقول لي هم بيقول لهم non-metals فالفسفر is non-metals sulfur is non-metals sulfur and nitrogen is non-metals لكن الكبر الوحيد اللي مثل يبقى نفهم هما كلهم ايوى لهم اكتر من valency ماشي كده لكن الكبر الوحيد اللي منهم مثل دول كلهم non-metals زي ما هو بيقول كده نفهم ليه هو بيقول لي هو هنا بيقول لي تري فيلانت تري فيلانت ده اما عمل لوس لسري اما عمل جين لكام لي آآ سري مع عشان يبقى تري فيلانت فهو بيقول لي يكون الليفل كونتينز سري بحيس يعمل لهم لوس ده في حالة المتال يعني كده فبيبقى الاوتر موس في سري فبيعمل له فيبقى تري فيلانت او فايف لو مثلا حاجة زي ايه زي هو اه زي الان سيفن ماشي كده في حالة الان متال بيعمل جين فكده علشان يبقى تري فيلانت لازم الاوتر موس يبقى فيه اما سري بحيس يعمل لهم لوس اما فايف بحيس يعمل جين لسري فهمتوا كده لكن فايف او سيكس لا احنا عارفين فايف صح لكن سيكس لا سيكس هيعمل جين لتو فما يبقى اشتري فيلانت وهكذا بقى بقيت الحاجات ده كده منوفيلانت ده كده سيكس يعني هيعمل جين لتو او لوس لسري برضو لا يبقى لسيكس غلط السري صح طيب هو زيرو زيرو ليه لان انا لما جاعمل كده الارجون اللي هو ايتين ده هلاقي ان تو ايت ايت فالاوتر مستهيم بالالكترونز فاصلا مش هيحتاجي يعمل للوس ولا جين هو انا بقول الفالانس على اساس النمبر اللي عمل لهم جين او لوز فهو هنا اصلا اللي هيعمل لوز ولا جين يبقى الفالانس بتاعته بكام بزيرو الفالانس بتاعت النوب الجازز كلها بزيرو طيب الفالانسي بتاعت الكبر هنا ايه بصوا عكسها يعني تشوفوا الاو واخد وان يبقى الفالانسي بتاعت الكبر وان ماشي كده تعالوا نفهم دلوقتي دي دي السي يو تو او اتعاملت ازاي اتعاملت عن طريق السي يو والاو بعدين بكتب تحت كل واحدة الفالانسي من خلال الجدول اللي بحفظه الفالانسي بتاعت الكبر وان وبتاعت الاكسجين تو بعدين بعمل المقص كده بخلي السي يو اخد التو والاو ياخد الوان يظهر لي بالشكل كده ده سي يو تو او طيب لكن انا قلت ان الفالانسي بتاعت الكبر كام وان اللي كنت احطيتها تحت الرقم الفالانسي بتاعت الكبر وان الفالانسي بتاعت الاكسجين تو فعشان كده انتو اخدوا العكسة على طول يعني هو بيقول الفالانسي بتاعت الكبر اشوف الاو الاكسجين مكتوب جو جنبه كام جنب وان يبقى الفالانسي بتاعت الكبر منوفينات طيب. بعد كده. الكربونيت اللي حاجة جاي من الكاربن اهو. فالمفروض تبدأ بحاجة من الكاربن. يبقى عندي ايه? الوحيدة سي او سري. ماشي كده? ودقيت معناها ان هو عمل يعني. يعني هو ماشي كده? طيب. ده كده مونوفيلانت. ده مونوفيلانت. ده اسمه ايه? ده اسمه نايتريت. ده اسمه ايه? ده اسمه صالفيت. اللي هو السالفر. جاي من السالفر. ده اسمه امونيوم. ده اسمه ايه? ده اسمه كربونيت احنا قلنا عليه. كل دول مونوفيلانت معادة مين? الفوسفات هو الفوسفات. لان الفوسفات ده خدنا انه هو اللي هو البي او فور. الفوسفات ده ايه? الفوسفات ده تري فيلانت. ماشي كده? طيب. النيتريت ده مونوفيلانت الهايدروكسايد البيكربونيت مونا فيلانط كل دولو نيجاطيب الوحيد الاطميك الاطوميك 기�روب بتاعه بوزيتف كده ااتوميك جروبي يعري اي B بتاعه قم Adding film الاطوميك جروب الاطوميك نيجاطيب ليس طريق الفوسفاد الاطوميك فوتى يبقى عندي fos opposed ماشي كده هو ده الوحيد اللي تري فيلنت. وعندي مين في الدايا فيلنت في الدايا فيلنت عندي الكربونات مش بقول بي كربونات الكربونات اللي هو سي او سري وعندي فيه الصالفيت. الاتنين دول دايا فيلنت. والباقي نقول عليه مونوفيلنت. طيب نايتريت ان دي نايتريت جروبس ار ديفرنت ان زي. طب نكتبها ونشوف هما ديفرنت في ايه. نايتريت يعني NO3 اللي فيها اي دي فين نايتريت êسري. اللي فيها اي. نايتريت NO2. طيب هما ديفرنت في ايه تعالوا متشوف. نوع الاتوم ده الاتوم из اللي هنا. نايتروجين واكسجين. هنا نايتروجين واكسجين. ازن لا. الطيب زي اف اتم زيما متسويين فيها. النمبر اف اتمز عدد الاتومز اا عدد الاتومز اي اى لان دوت عندي وحدة نايتروجين ادي واحد زي ثلاثة اكسوجين. يبقى اربعة. انما عندي دي واحد زا ادي اتنين اوكسوجن يبقى ثلاثة يبقى هم مختلفين في النمبر اف اتومز تعالوا نشوف برضو في الفيلانس لا الاتنين مونوفيلانت اللي اتنين بعمل تشارج كده واحدة بس فالتنين مونوفيلانت في الطيب اف تشارج نوع لتشارج لسه اقل لكم الاتنين نيجاتيف حتى انا حطيت فقيمه الاتنين نيجاتيف طيب الفوسفات اند سالفيت جروبس ار سيميلر ان زي الفوسفيت اللي هو البي او فور بيبدأ بحرف البي فهو عشان افتكره اللي هو البي او فور ماشي كده ده ايه ده ده الفيلانس بتاعته سري ده الوحيد اللي سري ماشي كده وبالنيجاتيف كله بالنيجاتيف معادل ان اتش فور عشان مش مش نلغبط نفسينا كله بالنيجاتيف معادل ان اتش فور والسالفيت اللي هي اللي هي الاس او فور السالفيت ده ايه السالفيت ده نيجاتيف تو كده ماشي هو بيقول لهم سيميلر في ايه بقى الطيب النوع الاتومز لا أنا عندي d b و d s b und s مختلفين الفالانسي لا الفالانسي مختلفة d 3 d 2 قم ال a النمبر of atoms عدد الاتومز أي وايه دي عدد الاتومز أنا عندي one من b وعندي four من O يبقى هم five صحي كده وعندي هنا d one من ال s و four من من الاكسجين يبقى برضو five يبقى هم متساوين في found uh اتنز. فهمنا كده? طيب. كده الكتاب واضح? ماشي. تقريبا الاختيارات كلها آآ باينة يعني. بعد كده بيقول لي. طيب. النيتريت هو على طول مونوفيلانت. سواء النيتريت او النيتريت. مش مشكلة اللي اتنين مونوفيلانت. وفقههم نيجاتيف تشارج. بعد كده اقوله. كل الاتوميك جروب دي تشايلين نفس اللي تشارج معادة مين? الوحيد اللي كلهم نيجاتيف معادة مين? معادة الامونيوم. الوحيد اللي بوزيتف هو الامونيوم. الن اتشي فور. طيب. زي موليكيولز اوف سوديم هيدروكسيد اللي هو سوديم هيدروكسيد. تعالوا نكتب كده سوديم هيدروكسيد. اللي هو الان ايه سوديم هيدروكسيد اللي هو ال او اتش. طيب. هل تكتب ان او اتش كده بس? اه نجرب. ما الان ايه انا عندي مونو. وال او اتش برضو مونو. فلما اعمل المقص كده عادي. ان او اتش خلاص. يبقى هي بتكتب كده على بعضيها. ان او اتش من غير اي ارقام تانية. طيب. ما لها بقى. زي موليكيولز اوف سوديوم هيدروكسيد ووتر اند سالفاريك اسيد شير انزا بريزنز اوف سبيس ان اتش اوف زيم طيب ماشي احنا هنكتب التلاتة السوديوم هيدروكسيد خلاص كتبته الووتر اللي هو الاتش تو او السالفاريك اسيد اللي هو الاتش تو اس او فور مشتركين في ايه؟ تعالوا بقى نشوف شفتوا انتو كده دي؟ اول حاجة هيدروجين اند نيتروجين ان هما فيهم هيدروجين ونيتروجين لأ مش التلاتة فيهم يعني دي فيها هيدروجين ونيتروجين لكن دي لأ اوكسوجين اند سوديوم اوكسوجين وصوديوم برضو لأ يعني دي فيها اوكسوجين وسوديوم لكن دي ما فهيش ودي ما فهيش هيدروجين واكسوجين تعالوا بقى نشوف ادي هيدروجين وادي اوكسوجين ادي هيدروجين وادي اوكسوجين ادي هيدروجين وادي اوكسوجين يبقى هما التلاتة بيشتركوا بان فيهم هيدروجين واكسوجين نفس الكلام انا اصلا ما عنديش سوديم غير في الاولى دي فمفيش سوديم في الثانية ولا الثالث ركزوا بالسؤال ده علشان جميل قوي هو انا لو جبتها كده بمجرد النظر انا قلتلكو كده هو بيقولي البالانسي بتاع الكربون ماشي كده فهقوله هروح قيله قلت باخد الرقم بتاع الاكسوجين والاكسوجين بياخد الرقم بتاع الكربون فمعنى كده ان البالانسي بتاع الكربون هو تو لا مش تو ليه بقى لان دي كان اصلها كده ال سي وقادي ال او ال سي ديت اصلا ال سي هي سيكس وال او ايت فده لو عملت الكونفيريشن هيبقى تو او فور فعشان يوصل ل ايت هيعمل شيرينج بكام بفور يبقى الفالانسي بتاعت الكربون اصلا فور ماشي كده طب اللي خليها تاخد اللي خليها الاكسوجين تاخد تو مش فور ما عنا فهمكم بقى والفالانسي بتاعت دي لو عملت الكونفيشن دي 2 6 فهيعمل جين لكام اه هيعمل جين لكام مثلا لو في الريليشن هيعمل جين ل2 فانا هروح عاملها كده C2O4 بعدين اروح مختصر هو انا بختصر من فوق اصلا ال2 مع الفور يعني على الواحد كده يبقى CO2 ايه اللي انا عملته هنا ايه اللي انا عملته انا قسمت على 2 قسمت اللي 2 على 2 يعني لما اقسم دي على 2 ولما اقسم دي على 2 بختصر ما هون رقمين ينفع اختصرهم على بعض دي هتديني واحد و4 على اتنين دي هتديني اتنين فكأني بكتب كده في الاخر عشان اكتبه ان ال-C تحتها 2 وال-O تحتها وان فبعملها كده تطلع ان ال-C O2 بالشكل ده فهمتوا؟ لكن الفالانسي اساسا بتاعت ال-C في الاول خالص كات كان كات 4 طب انا بعرف الفالانسي من الكونفجوريشن لو عملت التوزيع ده اللي هو كتبت 2 4 هاعرف ان هي محتاجة 4 عشان تبقى 8 فبتعملシهوينج بفور ويبقى الفالانس بتاعتها بايه بفور يبقى الفالانس بتاعتها اسمها اسمها تاترا stakeholders تاترا من اربعه يبقى تترا فيلانت فين تترا فيلانت فهمتوا دي؟ كويس اوي السؤال ده وخلي بالكم منه طيب elements M form a compound M OH three so it's validity is الفالانس بتاعته كده انا قلتلك كده هتاخدوا ده يعني ده بياخد الرقم ده وده بياخد الرقم ده يبقى الفالانس بتاعت الام هي اللي أخدها الـ OH اللي هي ايه اللي هي 3Valent نعملها تاني بصوا الـ MD أهي أنا مش عارف الفالانس بتاعتها الـ OH أنا عارف الفالانس بتاعتها بكام باسم اللي 1 Monovalent طيب وبعدين هروح ضرب مقص اللي هي M مشي كده دي هتاخد دي والـ OH هتاخد الرقم اللي هنا طب أنا مش عارف الرقم اللي هنا ما هو مكتب اللي هنا بقى 3 يبقى معنا كده إن الـ M دي كاب كام كده the chemical formula of calcium bicarbonate is هكتبها واحدة واحدة واشوفي الفلانس بتاعتها اجيبها ازاي calcium c a bicarbonate مش بيقول كاربنيت بيقول bicarbonate اللي هي ال H CO 3 صحي كده طيب بعد كده انزب كل واحدة الفلانس بتاع كل واحدة ال C A عندي دي ضاية احفظها بقى ال H CO 3 دي عندي مونو خلي بالكم ال H CO 3 مونو ال CO 3 ضاية يعني الطويلة دي الفلانس بتاعها صغير ال H CO 3 الكبيرة دي الفلانس بتاعتها مونو لكن ال CO 3 اللي هي الصغيرة الفلانس بتاعتها كبيرة اللي هي ضاية بعدين ببدأ اعمل كده خلي ده ياخد ده ياخد ده ياخد ده يبقى ال C A عادي 1 مش هكتب حاجة ال H CO 3 بس الكل A 2 ماشي كده منضروب افتو يبقى عندي C A H CO 3 2 اللي هي رقم C او نمبر C طيب H Aluminium Atom AL3 Combines with Space Atom of Colorine CL17 to Form Aluminium Coloride Molecule جميله اوي برضو السؤال ده جميل جدا طيب هو بيقول لي علشان اكون ال Aluminium Coloride اللي هو ال ALCL3 هتعرفه يعني كان من ال Aluminium وكان من ال Colorine طب دي انا اعملها زي ما دي انا الاول اشوف هو ال Aluminium Coloride ده بيتكتب ازاي? ال Aluminium بتاعتها كام? ال Valance بتاعتها 3 طب 3 ليه? لانه AL13 ده لو انا مش هحفظها يعني كان المفروض حتى ما يجيب ليش ده على اساس ان انا حافظ ان ال AL ah trivalent. المهم 2 8 3 وبقى ال Valance بتاعها 3 وبقى هكتب كده. طيب. الكولورين ال Valance بتاعها كام مونو. ليه? لان ادي 2 8 7. فهيعمل جن لكام 1. طيبقى ال Valance بتاعها. بعدين اروح كاتب كده AL وكده هتبقى ال AL CL3. هو بيقول لي بقى H Aluminium Atom. كل 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 ال Aluminium من Atom. بتعمل Combines مع كام مع كام كولورين Atom مع 3 هو يبقى 3 كولورين ايه Atom. تفورم Aluminium Coloride Molecule. بعد كده زا كيميكا الفورميولا في السوديم هيدروكسيد. السوديم NA اا اا ال NA ده مونو. ماشي كده السوديم. وال OH مونو. فخلاص هتطلع NA OH على بعضها. يعني هي. ادي ال NA انا عارف انها مونو. وال OH مونو. فهضرب دي كده ودي كده يبقى NA OH عادي. ما فيقاش اي حاجة. يبقى فين NA OH من غير اي حاجة. زا كيميكا formula of sulfuric acid. sulfuric acid اللي هي ال H2. S-O-Four. اه طب هو لا هو عايز ال chemical formula. انا هي H2O4 انا احفظها. ماشي كده. بصوا بص الفكرة ان ان ايه? ان ال acid ده بيبدأ بال H. ماشي كده? فكله بيبدأ بال H. طب ايه المشكلة هنا? هو بيقول لي sulfuric جاية من ال element اللي هو sulfur. فال sulfur اللي هو S. فدي حاجة اتعرفني هو. ماشي كده يبقى H2O4. لان هو بيقول لي sulfuric acid. فال acid بيبدأ ب H وبيقول لي sulfuric جاية من sulfur. اللي هو ال S. يبقى H2O4. ماشي كده? وانا خدت ان في حاجة اسمها السالفيت. اللي هي S-O-Four. اللي هي كان الفيلانسي بتاعتها ضيا اتوميك. طيب. لو عايز اعملها برضو هو بيقول لي sulfuric acid. ف sulfuric acid بيتكون من هيدروجين لازم. ماشي كده? اللي هو مونو. وي السالفيت. اللي هي S-O-Four. اللي هي كانت ضيا. فبيروح ده كده واخد ده وده واخد ده. H2O4. برضو عشان نعرفها. بتلات طرقة هي جبناها. اما بطريقة ان انا حافظ ان ال sulfuric acid H2O4. اما ان الاسد ده بيبدأ بهايدروجين. وطالما sulfuric يبقى هو السالفر. اللي هو ال S. اللي يبدأ بال S يعني. فتعرفني دي. اما ان انا بقى حافظ بقى sulfuric acid دي جاي من السالفيت. والسالفيت ده ودعي اتوميك. وبالتالي بعمل exchange بينهم. بعمل المقص ده. وبيجيب ال H2O4. sulfuric acid is composed of. اللي هو ده يعني composed of five atoms of three different elements. هما ادي element. و element هما ثلاثة element. صح كده. الhydrogen والسالفر. والA ده. والاكسوجين. ماشي. لكن هما five atoms. لا. ده انا عندي ادي اتنين. زائد. اتنين من الhydrogen. زائد واحدة. زائد اربعة. فدي تعتبر كام? سيفن. يبقى six لا. يبقى seven O. seven atoms of three different elements. سبعة من من ثلاثة different elements اللي هو ال H وال S وال O. ماشي كده. يبقى سبعة اتوم. ان امونيا موليكيول اللي هو ال NH3. زى number of three refers to زى number of. number of ايه دي؟ ده النمبر اوف. ينفع نقول عليه حاجتين هقولك عليه. هي NH3. فده كان معناها ان ال N هي والH هي. وان كانت ال N هي اللي ب3 والH اللي ب1. صح كده؟ ده اسمه ايه؟ ده اسمه الفالانسي بتاعت الفالانسي بتاعت الفالانسي بتاعت النايتروجين. طيب. يبقى الفالانسي بتاعت النايتروجين هنا ثري. والفالانسي بتاعت الهايدروجين هنا مونو. طيب لما شوف دي كده. يبقى قول النمبر بتاعت النمبر اوف اتومز بتاعت ال N1 عادي. انا مليش دعوه بالفالانسي. انا عندي الموليكيول اهو بقى. او الكمباون ده اهو. ده النمبر اوف اتومز بتاعت ال N واحد. والنمبر اوف اتومز بتاعت الـ H3 تعالوا بقى نشوف N and H atoms in one molecule ده التلاتة هو النمبر بتاع الـ N والـ H لأ أن الـ N والـ H عنده 4 لأن 1 N و 3H يبقى عنده 4 يبقى ده لأ H atoms in one molecule عدد الـ atoms في الموليكيول دوت آه عدد الـ atoms بتاعة الـ H آه أنا عند الـ H 3 يبقى هو 3 refer to the H atoms تعالوا برضو نستعد البقين The balance of hydrogen البالانس بتاعة الـ hydrogen معناها أن هي 3 لا ما هو طالما عمل الـ exchange يبقى البالانس بتاعة الـ hydrogen كات 1 صحي كده والبالانس بتاعة الـ nitrogen هي 3 N atoms عدد الـ N لا الـ atoms بتاعة الـ N لا زا كيميكا الفرميولا نكتبها السوديم اللي هو N A بس أتأكد هو بيقول هو بيقول نيتريت ولا نيتريت هو بيقول نيتريت ها هو يبقى N O 2 طيب تعالوا نشوف البالانس البالانس بتاعة السوديم مونو وبتاعة الـ nitrate أو الـ nitrate أي أن كان اللي اتنين برضو مونو يبقى N هعمل مقص يبقى N A N O 2 عادي ما فيهاش أي حاجة تانية يبقى N A N O 2 N زا كومباوند X X N O 3 2 زا بالانسي أوف إليمنت X الفالانس بتاعة الـ X مين هو خد ده خد بتاعة ده يبقى هو الفالانس بتاعته بإيه بـ 2 صح؟ كد كده هي الـ X أنا مش عارف الفالانس بتاعتها بكام والـ N O 3 الـ 2 لا مليش داعب بالكل 2 الـ N O 3 الأول ماشي كده الفالانس بتاعتها كام؟ طب ماشي ما هو الـ nitrate ده الفالانس بتاعة الـ nitrate ده أنا حافظه أنه هو مونو أتوميك فهروح عامل مقص الـ X هياخد الـ 1 ماشي كده ولأنه أسري أخدت الـ A أخدت الفالانس بتاعة الـ X دي اللي هو 2 يبقى معنى كده أن الفالانس بتاعة الـ X كان 2 أنا عرفت مني من 2 ما هو؟ ما أقلل لأنه أسري بخدت الـ 2 معنى كده أن الـ X ده كان بكام؟ كان بـ 2 عشان تاخده يبقى ضايا فيلا The number of atoms in ammonia Ammonium nitrate molecule equals بالراحة بقى Ammonium اللي هو إيه؟ Ammonium اللي هو الـ NH4 Nitrate Nitrate اللي هي N O 3 عايز الـ number of atoms هنا تم تعالوا نعد أدي واحد زائد يعني واحدة زائد أربعة اللي هما أربعة من H زائد واحد من الـ N زائد ثلاثة من الـ O يبقى كده 5 6 9 يبقى 9 atoms فهمنا دي إزاي؟ بكتب اللي هو أقل عليه وأنا أصلاً أنا لازم أبقى حافظ أمونيوم دي يعني إيه؟ أو السيمبل بتاعها إيه؟ اللي هو الـ NH4 ونفس الكلام لازم أحافظ الـ Nitrate اللي هي N O 3 وأبدأ أعد بقى على الأساس لها طيب أمون كده أموني جتمعst التي تبقى السام chacun ستجربه من الـät السام بقى الأساس السام بذلك وبانها بدinta أموني زائد uoH مفادي شمعت حسناً consists الرائد المن lease اسام الرائد أموني البند traject تبقى أماكنك Bei الاسد بتديني هايدورجين بوزيتوف الالكولاي بتديني OH نيجاتيب طيب عندي رقم سيرتي تو آآ هو اللي بيحوّلها الريد دي الاسد ولا البيز بوصوا البيز دي اهي بتبدأ بحرف البي يبقى بتحوّلها البلو ماشي كده يبقى على طول الاسد هي اللي بتحوّل الريد فهلمتو كده الفكرة يبقى البيز بتديني بلو الاسد هي اللي بتديني ريد فهو بيقول لي كل دول ريد يعني كل دول أسد معادة مين طيب أنا بعرف الأسد منين الأسد بيبدأ بإتش فعندي دول كلهم بدئين بإتش معادة دي يبقى هي دي الوحيدة اللي تعتبر بيز فهمتوا كده الفكرة أعرف الأسد منين أنها تبدأ بإتش طيب أحفظ الأسد أنهي لون اللي هو ريد ماشي كده الأسد ريد البيز بلو عشان حرف البيزة إياه طيب مونابوت أكبوف يوجرد صور اللي هو إيه اللي هو حامض عارفين أنتوا ما تاكلوا اللمون كده زي هي بقى إيه المفروض أن هي تثبت بره مثلا التلاجة الزبادي ده اليو جارت الزبادي تثبت بره التلاجة ولقيت أن الأكل كده إيه فيه اللي هو مش نقول بيلسع بقى فيه حموضة كده ماشي هي الأسد اللي بتخلي الطعم صور ماشي كده إنما البيز بتخلي بيتر أهي برضو بصوا البيز دي حرف البي أولا بتدي لون بلو بتخلي الطعم بيتر ماشي كده فبرضو حرف بي أهو بيتر أولو زي السابس سانس ستيرن لتمس بيبر انتو بلو يعني كل دول بيزز صحي كده معدى مين أنا بعرف البيزز منين ما أنا قلت البيزز عندي اللي هي فيها أو إتش يبقى كل بيزز معدى مين معدى اله بي أور لأن ديت مش مش بيزز دي أخرها مش أخرها أو إتش كلهم أخرهم أو إتش معدى ديت بعد كده أولو زي أكيو السيليوشنز أو زي فولوينج كومباونز هاف بيتر تاست تاست يعني كل دول هاف بيتر تاست يعني كل دول بيزز صح بيتر تاست بيزز إكسبت مين سيوديم هيدروكسايد أخر أو إتش أخر أو إتش فده بيز وده بيز السالفاريك أسد حتى ده أسد يعني كل دول بيزز معدى مين معدى طبعا All of these are non-metals الأكسايد الحاجة مع الأكسوجن سواء مثل أو نان مثل يعني فيه مثل أكسايد اللي هو بيبقى اسمه بيزيك أكسايد بس ما اعتقدش عليه ودلوقتي وفيه نان مثل أكسايد اللي هو أسيديك أكسايد ماشي كده طيب فده بيقول لي احنا نعرف الأول نان مثل ومثل بس من غير ما نحفظ أسيديك وبيزيك نان مثل أكسايد فلازم يبقى نان مثل مع الأكسجن فدول كلهم نان مثل زي ما عدده سوديم كولوريد إز السوديم كولوريد يعتبر فين سوديم كولوريد إز ان اسد هو احنا قلنا الاسد اللي هو بيبدأ باتش صحي كده فيبقى مش اسد ان اوكسايد اوكسايد لا مش اوكسايد ليه لانه الاكسايد ده لازم يبقى فيه اكسوجين فين بيز ولا سولت البيز ده اللي اخره او اتش فبرده مايعتبرش بيز السوديم كلوريت ده اللي هو الان اي سي ال علشان تعرفوا بس ماشي الان اي سي ال لا هو بيبدأ باتش عشان اقول انه هو اسد ولا هو فيه او علشان اقول انه اوكسايد ولا هو فيه او اتش عشان اقول انه ويز يبقى هو ما عنديش غير ايه غير سولت سوديم كلوريت اللي هو الملح بتاعنا بتاع الاكل the salt that is formed on the combination of a positive metal ion with a negative with a negative atomic group positive metal ion metal عادي بس positive ماشي كده with a negative atomic group تعالوا ناخدها واحدة واحدة ونفسرها positive metal ion الان ايه او positive metal ion الان ايه متل صح كده وبوزيتف لان المتل اصلا بوزيتف طب السي ال دي a negative atomic group لا السي ال دي negative ion عادي فيه فرق بين negative ion و negative group هناخد دلوقتي ال negative group عاملة ازاي طيب تعالوا على دي n a a positive metal ion negative atomic group CO3 او CO3 negative atomic group CO3 دي عاملة كده فيها تشارج واحدة negative وتعتبر atomic group لانه اكتر من element الاتومي الجروب لما يقو اكتر من element فهمتوا كده يبقى هي دي الوحيدة اللي ايه اللي تنفع لأ تعالوا نشوف دول دية n h4 n h4 دي positive atomic group ال n h4 الوحيدة positive atomic group اللي فيها positive ال s o 4 negative atomic group فيبقى عندي دي غلط ليه علشان ده اصلا positive atomic group مش positive metal ion n a br دي positive ion ودي negative ion فبرده ما تنفعش يبقى انا ما عنديش غير التانية اللي هي بي طيب on the combination of mg plus 2 يعني ده بالروح ده ايه مجي ده positive metal ion positive metal ion بوزيتف اهو مثل عشان انا عارف ده مثل والايون طبعا ما هو ion positive علشان هو مثل فهمتوا كده with CO3 اللي هي negative atomic group is formed فورميد ايه بقى an acid a base انا قلت acid عايز h base عايز o h oxide عايز o ماشي كده salt اللي هو عندي اه اللي هو ال m g CO3 انا قلت السلطة السلطة عندي بيتكون من ايه ما ايوه هو salt لان السلطة عندي بيتكون من positive metal ion مع negative atomic group نفس الكلام اهو هو بيقول لي ازا salt is formed هو بيقول له ازا salt is formed ازا combination of positive metal ion اللي هو ال m g فين اللي هو ال m g مع negative atomic group اللي هي CO3 يبقى دي تكون لي ايه تكون لي اوكسايد ماشي كده اه تكون لي salt الاكسايد ده انا عايز element مش عايز group عايز element واتوميك جروب اللي عندي اللي هو ال m h4 فالرقم بين الايون بقى والجروب الايون ده element واحد الجروب اكتر من element زي زي ده كده ان و h4 وزق negative atomic group مع negative atomic group فتعالوا نشوف ديه ال m h4 ايوه positive atomic group لكن ده group لا ده ايون element طيب ده positive atomic group او مزبوط ده negative atomic group ايوه ده negative atomic group يبقى عندي بيه تعالوا ن السابع ديه البقين ده ايه ان ايه تو لا ده ايون الايون ليه لان ده element انا قلت ال element اقول عليه ايون ما قلش عليه group ال s o for او negative بس دي ما تنفعش عشان ده نفس الكلام positive atomic group لكن ده element ايون فما تنفعش يبقى ما عنديش غير بيه بعد كده امونيوم كولورايد انا هكتبها الاول امونيوم اللي هو n h4 كولورايد اللي هو c l is a salt or salt is formed on the combination of a positive metal ion اللي هو ده positive metal ion لا ده اسمه positive metal group قلت افرق ازاي تاني ما بين positive metal ion وال positive metal group الايون هو element عادي لكن الاتوميك جروب هو ده اكتر من element فده يعتبر اتوميك جروب يبقى ده ما تنفعش هو بيقولي positive metal ion positive metal ion برضه ما تنفعش negative non metal ion اللي هو c l negative non metal ion ايه اللي من انت يعني عادي مع positive atomic group a اللي هو ال n h4 الرابعة negative non metal ion ماشي مع negative non metal ion negative non metal ion مع negative non metal ion لا طبعا all of this salt is dissolved in water except يعرفوا كده مين اللي ما بيعملش dissolve in water اي حاجة لها علاقة بالsilver بتعمل precipitate بتعمل راصب بتنزل تحت يعني يبقى السيلفر كولورايد هعمل فيديو لي scientific term وال complete او لل true false وال complete بتاعت الدرس الاول والتاني ممكن اعملها في فيديو واحد و بعد كدا نبدأ نشوف jan-work sheet bar اشتركوا في القناة